على طول خط الأسلاك الشائكة الحدودية الفاصلة ما بين تركيا وسوريا وعلى مدى أربع سنوات من الحرب اكتسبت المعابر أهمية استراتيجية في التحكم بخيوط الأزمة ملايين الأشخاص عبروا من هناك وفي الاتجاهين الأول باتجاه تركيا حيث غادر السوريون والأجانب هربا من الحرب والثاني باتجاه سوريا حيث دخل الأجانب للمشاركة في الحرب على طول نحو 900 كم تنتشر المعابر الشرعية التي تشرف عليها السلطات التركية من جهتها وتختلف الجهة المسيطرة عليها من الجانب السوري ومن أهم هذه المعابر أربعة معبر باب الهوى ما زال هذا المعبر مفتوحا لعبور الأفراد والشاحنات ومواد الإغاثة معبر باب السلامة كذلك لا يزال مفتوحا أمام حركة المسافرين والشاحنات والمساعدات مع فرض شروط جديدة من قبل السلطات التركية معبر جرابلس تدور اشتباكات عنيفة عند هذا المعبر من الجانب السوري بين مسلحي تنظيم الدولة ومقاتلي المعارضة المسلحة من أجل حسم السيطرة عليه لكنه مغلق من الجانب التركي معبر تل أبيض يسيطر داعش على هذا المعبر المقفل أمام حركة الشحن والمسافرين من الجانب التركي مع السماح أحيانا بعبور مواد الإغاثة وهناك أيضا معبر كسب المعروف باسم معبر رأس البسيط ومعبر مرشد تنار عند كوباني ومعبر رأس العين ومعبر القامشلي ومعبر عين ديوار إلى جانب المعابر البرية وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة كان يمكن ملاحظة شبان عرب وأجانب يتجهون من اسطنبول إلى هاتاي وغازي عنتاب تحديدا ليلتحقوا من هناك بالجماعات المسلحة المقاتلة في سوريا هذا فيما يتعلق بالمعابر الشرعية أما الدور التركي في تهريب أو تسهيل عبور المسلحين القادمين من شتى أنحاء العالم إلى سوريا والعراق فكشفته تداعيات العملية الإرهابية التي جرت في باريس الأسبوع الماضي وجاء ذلك باعتراف رسمي من وزير الخارجية التركي مولود جووش أغلو الذي أكد أن حيات بومدين رفيقة أحد الإرهابيين الذي قتلته الشرطة الفرنسية وصلت فعلا إلى تركيا وانتقلت إلى سوريا من خلال معبر أكشقلعة الحدودي وهو واحد من عشرات المعابر غير الشرعية المعروفة لدى السلطات التركية حيات بومدين واحدة من مئات وربما آلاف دخلوا تركيا وعبروا باتجاه سوريا والعراق من خلال نقاط عبور محددة لهذا الغرض تسلكها المجموعات المسلحة وتتحدث مصادر استخبارية عن أن هناك من يستقبلهم وينظم إقامتهم وترتبات انتقالهم في أماكن معروفة للجميع ومع هذا كله يقول وزير الخارجية التركي إن العالم ليس حازما في حربه على الإرهاب وعندما كانت أصابع الاتهام توجه إلى الحكومة التركية بأنها تسهل انتقال المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق كان المسؤولون في أنقرة يبادرون إلى النفي ويتهمون من يتحدث عن هذا الموضوع بالكذب والإساءة إلى تركيا لكن النفي لا يلغي الحقيقة